طيب ده رأي الكابتن محمود الخطيب في جزئية ان العناصر الجديدة هتتوقف على التقارير العناصر الجديدة اللي هتطلع واللي هتيجي منبرة لانه طبعا في الجزئية دي عايز افتح قسيم خاصين بالكابتن محمد فضل لانه سوشيال ميديا ناس كتيرة ظلمة محمد فضل وكأنه محمد فضل او اي مسؤول عن التعاقدات في النادي الالي هو اللي بيروح يجيب كل اللعيبة اللي هو عايزها انا معايا مهندس الصفقات نفسها والمستشار التعاقدات للنادي القصة انه اللجنة الفنية او لجنة الكورة بترشح بتطلب بتذكر اسماء يتولى مسؤول التعاقدات التفاوض مع الاسماء اللي تم تحددها ويجوز يضيف اليها او يقولك دور لي او يرشح هو او دور لي في المركز ده اه هنما مش القرار مش عند المدير التعاقدات المدير التعاقد ده الراجل بتاع اجراءات اجراءات وتفاوض وانهاء اجراءات لكن الرؤية الفنية حتى لو هو رؤية الفنية بيؤخذ بها كده يعني يؤخذ بها ما يؤخذش بها تتسمع او متتسمعش اه اه انما الفيتو ودينا قطاع عشر مرات قبل كده مع الجهاز الفني هو اللي بيقول ولما رشح له ثلاثة اربعة يقول اه لا ده يمكن انا وانا برشح اه قناعاتي رايحة في حتة تانية وده اللي خليتك زمان انت الدرج مليان اه اتفاقات مع لعيبة وورق اه طبعا المدير الفني مش عايز خلاص ايوة يا ما مضينا نات اسماء كبيرا من اللي بتلعب لحد النار عايز افتح الدرج فده اللي يخص الكابتل محمد فضل اللي لازم أن تتأكده أنه لما النادي الأهلي أوكل إلى واحد من أولاده هذه المهمة فيه كل سمات هذا المنصب أو هذه المهمة بتميز كمان عنده كل قدراتها وكل إمكانياتها اللي بيضاف إليها النقطة الفنية لأنه لعيب دولي كمان فبالتالي الناس اللي فاكره أنه فضل أو غيره محمد فضل ده كلام بعيد عن الواقع وبعيد حتى عن العمل الكبير اللي محمد فضل بيعمله كل صفقات الشتاء اللي اتطلبت من الجهاز الفني جت ما عادة استبدال عنطر بمحمد شريف لما عنطر مجاش جي محمد شريف وكلنا شفنا أن محمد شريف قد إيه واعد يعني ما فيش في الحتة دي حد التقاص لكن في ناس أنت تحاول تجيبها مثلا الناس عمالك كابتن حسين الشحات كابتن حسين الشحات ماشي طبعا اسمه مقنع جدا لأنه حل لك أكتر من مركز وعنده رغبة مليحة وعنده رغبة ودي لأكتر حاجة هيجي لكن النادي بتاعه لازم تفهمه أنه مقدرش يتكلم فيه ولا يسيبه دلوقتي نادي العين حيلعب كاس العالم في شهر 12 يعني لو في نجاح للمفاوضات يبدأ من يناير مش ممكن قبل ما يخلص حتى من ناحية السلوكية والقانونية واللياقية وكل حاجة إنما الناس عندها فكرة وحصل تواصل إحنا عايزينه من فضلك واختاره التوقيت عشان نيجي نتكلف بس هو عايزنا متمسك بينا وده اللي مخلينا متمسك به هتيجي تقول يعني هو حاجة يفضل مستنيك طب هتعمل إيه ها انت مش الناس اللي بتتكلم مش هترعت وقول لهم ما تلعبوش بطلت على بص لأنت تداخل جاهد إنك إنت تدعم نفسك بالعناصر بالذات اللي شريعك إذا فضل شريعنا مؤكد إحنا هنتمسك لأقصى درجة به فالعملية كلها كده العملية ولها اللي لا ينظر للمقابل المادي الكواليس يعني بس ما نقدرش ما تفتحش علينا ما زادت بقى لكن لا ما فيش بخل اللي أنا بقوله لك ما فيش بخل في قدرة لكن ما فيش بخل لكن بإذن الله الحمد لله القدرة تسمح إن إحنا نفي بالالتزامات نفي بالالتزامات آه